طبعاً كنا طبعاً قبل الموقف الإنساني ده كنا بنتكلم عن الكلام عن أفشا ومحمد شريف رجعنا لكم تاني بمحمد أفشا ومحمد شريف قلنا إن محمد شريف كان فيه فرصة مضمونة لو لعب على الأفشا اللي فتح اسبرينت ولكن محمد شريف زي ما قلت بيظهر فدايماً بيخطف الأضواء سجل هدف فبعد الناس اتكلمت إن أفشا ممكن يكون زعلان نزل أفشا ستوري بيتكلم فيه عن محمد شريف وبيوضح مدى العلاقة بين اللاعبين داخل النادي الأهلي بيقول أفشا الحمد لله على الفوز توقيت مهم للغاية ووقت صعب إن شاء الله الأهلي دايماً قد الرهان محمد شريف لعب رائع ومستقبل هجوم مصر بإذن الله يكون هدف الدوري وهدف مصر رهان كبير عليه وعلى كل مهاجمين الفريق نعد بيهم إن شاء الله التحدي الكبير مبروك أعتقد رسائل محمد مجدي أفشا بتكشف لنا عن لعب بأخلاقيات النادي الأهلي محمد مجدي أفشا بعد كل مباراة بعد كل موقف بتلاقي بصمة أخلاقية خارج الملعب زي بصماته الكبيرة جداً المهارية داخل الملعب وده يا فرس سر التقلق من جانب اللعبين إن هما كلهم على قلب رجل واحد أنا بشوف اللقطات اللي زي دي لقطات زكاة جداً وهي سنة حميدة إن اللاعب يخرج ويصرح حتى لو مش لوحي سائل إعلام بصوا إحنا في وقت مليون واحد متربص بيه وفيه ناس بتبدأ تبني قصص زي ما شفنا لاعبين بيشتبكوا والكلام اللي تقال ده وكانت ردود الفعل في الملعب ابتسامة اللاعبة مع بعض في الملعب محمد أفشا زكي لأنه مداش فرصة لحد يعلق على لقطة أو يفسر أو يأول مش بس محمد شريف ده كتالوج داخل النادي الأهلي علاقة علي لطفي بمحمد الشناوي مش هنقارن باندها أخرى ومناش دعوة ولكن فكرة الحراس اللي بيشده أزر بعض ده يبين لك ليه علي لطفي لما بينزل بيبقى مستوى مميز لأنه عارف كويس قوي أن الحارس اللي برة لا عامل حسابه ومقدره نفسيا وفنيا وبيحترمه ومش مستني له غلطة بس هي أهو انت خد تعمل على الثاني ومش مستني له غلطة وبمناسبة الحارس كمان أيمن أشرف وصلاح محسن الشناوي بقى ترند في فكرة اضغط 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 وأنا بشوف ان دي جزء من مسئولية الشناوي كلنا لازم نضغط ده بقى شعار الفريق كله يا أيمن عايز مني ايه اضغط مش أنا والله طبعا صلاح محسن هو البديل السوبر حاليا في الدور المصري وكويس روح اللاعبين دي احنا حبينا بس نقف عند العطاط ممكن الجمهوري هتعامل معي قسامة ان هي العطاط عادية بسدقوني والله غرفة خلع الملابس في النادي الأهلي فيها روح ما كانتش موجودة فيها من سنوات ومش من الموسم ده لأ من الموسم اللي قابله واعتقد الرسالة وصلة طبنا نكملها معنا على خير ونوصل إن شاء الله لبطولة أخرى من بطولات المخلصين شكرا